كابتن ايمان بعد الازمات اللي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية التصميم على انطلاق الجولة وعدم تأجيلها اعتقد كان قرار محترم لاتحاد الكورة هو قرار محترم لكن كان من بقى لاتحاد الكورة انا عايز اجيبها كده فعلا اصلا مش هغني ومش هطف لا انا باتكلم لانه كانت هناك لا هو كالمفوضي تعامل ايه بقى هو حضرتك بقى القرار ده لا لو ما كانش طلع كالمفوضي تعامل ايه لا اجل الدوري كله هو اما هو الاندية طلبت بتأجيل الجولة بالكامل اه فانيقول لك محق الاندية والله اه طب انت وانس ان انت اعلنت ان انت هتبوص في الدوري ده وحتعمل فيه وانت عامل ايه بالزبط بلقى انت كويس الحمد لله طب انت في مصر حلعب ازاي النهاردة ربنا وفقك كده ان شاء الله قرار التأجيل غير مقبول يعني عادي وانت انت بص انا عايز اقولك حاجة انت في الاخر انت تحلم بيه انت في الاخر انت عندك مراية بسمها كورت القدم لمصر انا شايف كده وانا شايف ان القرار ده ظالم لينا ليه ان احنا عايشين فترة مميزة جدا امن وامان وانضباط وقوة وتواجد امني رائعة وكل حاجة مجهزة وبعدين مطش قالي وزمالك ده من غرجه مهور وفي برج العرب يعني انت تأجله ابعاده ايه 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 الابعاده ايا كان نطمنتنيش عليك لحد الوقتي برضه عفو عندي لسه نطمنتنيش عليك ولا حاجة انا كل اللي انا بقوله هو انا شايف ان القرار ده طبعا اي نادي بعد كده طلع اتكلم وقال مش عايز اعلم ومش عايز اعمل خلاص الباب تفتح بشكل جامد جدا كون ان الدنيا رجعت والدنيا خلاص الاندية وافقت تلعب وكلام ده كله ده الطابع المصري اللي احنا بنعدي الازمات وبنعدي الامور لكن ممكن الموقف ده يحصل كان فيه ازمات كتير قوي لكن طبعا مشكورين الاندية قبل اتحاد الكورة على تقبلهم ان هم يعدوا الازمة وده الواقع اللي احنا لازم نتكلف كان ممكن فعلا تبقى ازمة وزي ما انا قلت انه جيد جدا انه الاسبوع ينطلق وانه البطولة تستمر واناك هتبقى ازمة عنيفة من البداية الازمات دايما احنا متعودين كامل اسبوع الهاشر الاثناشر الاربعتاشر ويبقى حاكم صفر صفارة مش عاجب حد لكنه في تأجيل وعدم تأجيل هذه المشكلة